عندنا أخبار البيت الكبير يلا نروح بقى لأخبارنا في البيت الكبير طبعا نادي الأهلي طبعا بنقول ألف سلامة لنجمنا محمد هاني نحن عارفين أن محمد هاني أصيب في المباراة وكانت يمكن الأشعاء أقول عنده جزعة فيه الرباط الداخل للرجبة إن شاء الله بإذن الله محمد هاني بإذن الله كلنا كجمهيري النادي الأهلي منتظرين إن شاء الله الفترة اللي جاية إن شاء الله محمد هاني يلحق المباراة إن شاء الله يعني أن التقرير التبيي بيقول جزع في رجب الداخلي ده بيأخذ له تقريبا يمكن أسبوع وإن شاء الله مع التمرينات التأهلية إن شاء الله محمد هاني يكون متواجد في المبرانة نائية محمد هاني من فترة بيقدي بشكل أكثر من رائع وإن شاء الله يكون متواجد ويتطمننا بشكل مباشر إن شاء الله هاني هيكون خلال البرامج التأهلية ليه هيكون إن شاء الله يوم 27 متواجد مع النادي الأهلي بإذن الله هو كده خضع لبرنامج يمكن تأهيلي دلوقتي أو علاجي عشان يتعافى من الإصابة الإصابة كانت بجزع في رجبته واتعرض لها طبعا خلال مشاركتهم بارح مشاركة منتخابنا الوطني أمام توجه سيد عبد الحفيز كابتن سيد مدير الكورة في الأهلي قال أنه هاني بكرا إن شاء الله موجود في الأهلي علشان يخضع لفحص طبي كامل وبعد كده الجهاز الطبي هو اللي يحدد موعد عودته للتدريبات بشكل أساسي إن شاء الله يكون زي ما قلت يمكن أنا جات للإصابة دي قبل كده وإصابة غلصة يعني بتبع شوية في الرجبة محتاجة محتاجة راحة لمدة 4-5 تيام والجهاز أعتقد الجهاز الطبي في النادي الأهلي على أعلى مستوى إن شاء الله أنه يقاهل هاني في الفترة اللي جاي يكون موجود في المباراة النهائية إن شاء الله